وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كورة وبس في كل مكان أهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين طبعا لا صوت حاليا يعلو عن صوت رمضان صبح رمضان صبح بات قريبا جدا من العودة من جديد للنادي الأهلي خصوصا بعد المفاوضات في الساعات الأخيرة اللي حصلت بين بعض مسؤولين النادي الأهلي ورمضان صبح على العودة من جديد ولكن الحقيقة هنقل لكم كل التفاصيل ولسبحان الله رمضان صبح مالوش أي طلبات رمضان صبح أكد للمسؤولين في النادي الأهلي أنه هو مالوش أي طلبات هو عايز حاجة واحدة يرتدي تشيرت النادي الأهلي مرة تانية وقال لهم اعملوا العقد اللي انتوا عايزينه وحطوا المبلغ اللي انتوا عايزينه لو عايزيني ألعب ببلاش هلعب ببلاش سبحان الله سبحان مغير الأحوال رمضان صبح من أول مراحل على النادي الأهلي لم يحرز ولا لقب يعني ما خدش ولا بطولة وقال لك وطلع مع عمري أديب لو تفتكره تمام وقال انه هو عايز يعمل طموح جديد يا جماعة لو هنتكلم بالعقل والمنطق يعني انت راجل عايز تعمل طموح هتعمل طموح بره النادي الأهلي ازاي عايز تعمل تاريخ هتعمل تاريخ بره النادي الأهلي ازاي عايز شهرة هتتشهر بره النادي الأهلي ازاي عايز تنضم المنتخب مصر هتنضم المنتخب مصر وانت خارج النادي الأهلي ازاي ومحترامي للجميع رمضان صبحي أصبح لاعب عادي جدا في الكرة المصرية وهو ليس لاعب عادي رمضان صبحي يعني محدش يعرف عنه حاجة الفترة الأخيرة كان في النادي الأهلي كل الدنيا بتتكلم على رمضان صبحي وعودة رمضان صبحي للنادي الأهلي يوم 15 تلاتة تمام أكد الإعلام أحمد شبير أن باب عودة رمضان صبحي للأهلي لازال مفتوحا وذلك بعد مفاجأة انتقال أمام عشور للنادي الأهلي في بداية الموسم وقال شبير كمان أن رمضان صبحي يرغف في العودة للنادي الأهلي لكن حتى الآن لم يفتح باب القلعة الحمراء أمامه يعني إيه؟ يعني النادي الأهلي عايز رمضان صبحي رو النادي الأهلي ما فيش شك عايز رمضان صبحي ولكن هو خايف من كلام الجمهور هيطلع واحد زي عصام الحضري هيهاجم رمضان صبحي هيطلع حسام حسن وابراهيم حسن هيهاجم رمضان صبحي هيطلع عبدالله السعيد هيهاجم رمضان صبحي وهيهاجم النادي الأهلي وهيقولك اش معنى رمضان صبحي رجع بعد ما ميش من النادي الأهلي طيب يوم تمانية تلاتة الفين أربعة وعشرين كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك مفاوضات جارية مع رمضان صبحي للعودة إلى النادي الأهلي المصدر ان الاهلي يدرس امكانية عودة رمضان صبحي لكن لم يتخذ اي قرار نهائي حتى الان. ده طبيعي جدا ان مفيش حد يقدر يتكلم في هذا القرار غير الكابتن محمود الخطيب لان هو اللي في ايده القرار وهو اللي عايز القرار وهو اللي بيحط القرار في الحاجة اللي زي دي. اه الكابتن حسام غالي طلع يوم تمانية وعشرين اتنين نفى نفى الكابتن حسام غالي عدو مجلس ادارة النادي الاهلي نفى اي مفاوضات مع رمضان صبحي للعودة للفريق من جديد. وصرح غالي وقال الاهلي يركز حاليا على البطولات الحالية وان ملف التعاقدات مع لاعبين جدد مؤجل لبداية الموسم. ما قالكش اننا ان احنا رمضان صبحي مش هيعود للاهلي. قالك الملف مؤجل. طيب. التطورات السابقة بقى اللي حصلت وسبب خلاف آآ رمضان صبحي مع النادي الاهلي. لما انتقل الى برامدز في صفقة انتقال خر. لما النادي الاهلي يعني تفاوض معاه وكان يعني في اشد الاحتياج الى رمضان صبحي. في اشد الاحتياج لو تفتكروا بعد فترة كورونا. والنادي الاهلي ورمضان كان مصاب والاهلي كان بيديله عقده بالكامل. وبعد النادي الاهلي ما خلص مع الهيدرستفيلد الانجليزي ان رمضان يعود من النادي الاهلي من جديد في صفقة انتقال خر والاهلي خلص مع هيدرستفيلد رمضان صبح قال لهم سبوني افكر. يعني بالعقل في حد يفكر مع النادي الاهلي الله اعلم. يعتمد قرار عودة رمضان الصبحي حتى الان على عدة عوامل منها. رقم واحد رغبة اللاعب نفسه مفيش عليها خلاف انه هو يعود من جديد للنادي الاهلي. وانه هو يتمنى ارتداء تشيرت النادي الاهلي من جديد بدون اي مقابل. نخلي بالكم بدون اي مقابل. رقم اتنين موافقة الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. مارسل كولر سبق قبل كده في بداية الموسم لو تفتكروا طلب التعاقد مع رمضان صبحي. ولما مجلس الادارة قعد معه وبين له الرؤية صرف النظر على اه فكرة التعاقد مع رمضان صبحي. ولكن مارسل كولر عايز رمضان صبحي عايز رمضان صبحي كويس جدا. لانه شايف فيه مواصفات كبيرة جدا وفيش خلاف على يعني اه مفيش مفيش خلاف على رمضان صبحي وعلى امكانيات رمضان صبحي. رقم ثلاثة شروط التعاقد المالية. رمضان صبحي قال للمسؤولين في النادي الاهلي انه هو مالوش اي طلبات مالية. ان هما العقد اللي هما هيحطوه هو هيوافق عليه. واي حاجة هيقولوا عليها هو هيوافق عليها. وده طبيعي. ده طبيعي عشان تعود للنادي الاهلي لازم تضحي ولازم تقدم تضحيات كبيرة جدا خصوصا لما تبقى ابن من ابناء النادي الاهلي وتعمل مع النادي الاهلي كده. رقم اربعة احتياجات الفريق. هل رمضان صبحي? الاهلي في احتياج او الفريق في احتياج لرمضان صبحي بكل تأكيد رمضان صبحي اضافة كبيرة جدا لأي لاعب لأي نادي رمضان صبحي اضافة كبيرة جدا لأي نادي. ويعني واي فريق يحتاج رمضان صبحي لان رمضان صبحي بيقوم بادوار مركبة داخل المالة. هزي المعنى هيا يعني الموضوع ده هيفضل فيه تطورات كبيرة. الموضوع ده هيفضل فيه تطورات كبيرة جدا وهيفضل قرار عودة رمضان صبحي. تمام? يعني او قرار عودة رمضان صبحي في ايد مارس الكولور. في ايد مارس الكولور. طب ايه موقف ادارة النادي الاهلي? ادارة النادي الاهلي تمام? ترفض منقشة عودة رمضان صبحي في الوقت الحالي. يعني اكدوا من هم مش هينقشوا الموضوع في الوقت الحالي لان احنا في موسم شغاله وفي بطولات شغالة لكن الموضوع مرفوض لا الموضوع مش مرفوض من قبل مجلس ادارة النادي الاهلي طب موقف الجهاز الفني سائد مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي مرحب جدا بضم رمضان صبح للفريق في بداية الموسم طب ايه العقبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي قد يكون راتب رمضان صبح مرتفع بنسبة للاهلي وبالنسبة اللي هو بيتقضاها في براملز عايز اقول لكم ان رمضان صبحي ملوش اي طلبات زي ما قلت لحضراتكم رمضان صبحي بيؤكد للمسؤولين ان هم العقد اللي هم هيحطوه هو موافق عليه قد لا يرحب بعض جماهير الاهلي بعودته بعد رحيله عن الفريق في فترة كان الفريق فاشد الاحتياج لي حق جماهير النادي الاهلي ان هي تزعى لو رمضان صبح عاد ولكن هو لاعب مهم ولاعب كبير جدا مفيش خلاف على رمضان صبحي وحضراتكم كلكم يعني انا مش هتكلم اكثر يعني مش هقول لكم عن امكانيات رمضان صبحي ولكن في بعض الجماهير بترفض ان النادي الاهلي ماشي بقيم ومبادئ يعني حسام حسن لما رحل على النادي الاهلي مراحلش مراجعش تاني عصام الحضري مراجعش تاني احمد فتحي اللي اللاعب الوحيد اللي كمل مع النادي الاهلي حوالي اربع شهور بدون ما ياخد ولا جنيه مرجعش تاني مع ان الكابتن محمود الخطيب قال له خلص نفسك وخليك موجود بس اللاعب طبعا كان ابض مبلغ مالي كبير جدا صعب ان احمد فتحي كان يوفره في الوقت ده طب ايه التطورات وايه جديد وهالرمضان هيعود نعم رمضان صبحي هيعود للنادي الاهلي في بداية الموسم وفتكروا كلامي ده كويس جدا بشكرك يا صديقي انك كملت معايا الحلقة للنهاية فضلا ادعمنا باللايك كل سنة انتو طيبين مستنوني في حول